مناطق جديدة معرضة للخطر في السويد وأخرى تتحسن مصلحة الهجرة تنشئ مراكز جديدة لتسهيل عمليات الترحيل مبادرة اس اي مابلر ضد الغلاء أهلاً ومرحباً بكم إلى نشرة أخبار الكومبيس معكم ريم لحدو عدد المناطق الضعيفة يتراجع في السويد ولكن المشكلات مستمرة حيث أصدرت الشرطة اليوم تقريراً أظهر تراجع عدد المناطق الضعيفة والمعرضة للخطر في البلاد من 63 منطقة في عام 2021 إلى 59 منطقة حالياً وسجلت ثلثة هذه المناطق تطورات سلبية أو بقيت على حالها بينما شهد ثلثة التطورات إيجابية وتمت إضافة أربع مناطق جديدة إلى القائمة مقارنة بالعام 2021 في حين لم تعد ست مناطق معرضة للخطر ويبلغ عدد سكان المناطق المدرجة في القائمة حوالي 550 ألف شخص وهو ما يعادل 5% من سكان السويد وزير العدل جونارسترومر اعتبر أن وجود مناطق ضعيفة يشكل فشلاً للمجتمع بأكمله ولكنه أشار إلى نقاط إيجابية تضمنها التقرير وقال إن إعطاء الشرطة أدوات أكثر فعالية سيمكنها من تعزيز العمل لكسر الأنماط الحالية كما شدد على دور المجتمع في هذا الأمر وأعدت الشرطة السويدية منذ عام 2015 قائمة بالمناطق التي يكون فيها للمجرمين تأثيراً أكبر على المجتمع المحلي وجرى توزيعها على ثلاث فئات تبعاً لخطورة البيئات الإجرامية فيها وهي المناطق الضعيفة والمناطق المعرضة للخطر والمناطق المعرضة للخطر بشكل خاص وتعتبر الشرطة القائمة مهمة لتخصيص الموارد اللازمة للعمل ضد الجريمة المنظمة كما تهدف إلى زيادة الوعي حول هذه المناطق والمشكلات التي تعانيها أنباء عن مقتل أكثر من مئة شخص في غزة بعد ساعات على انتهاء الهدنة فقد أعلن الجيش الإسرائيلي صباحاً عن انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعاً واستئناف عملياته العسكرية متهماً حركة حماس بإطلاق الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية ونقلت مصادر صحفية محلية أن الطائرات الإسرائيلية استأنفت قصفها العنيف لمناطق مختلفة في القطاع ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني وإصابة عشرات آخرين كما أقدمت فصائل فلسطينية على استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ وأدت عودة الأعمال العسكرية إلى توقف دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح ما يهدد بتصاعد الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعربا عن أسفه الشديد لعودة الأعمال العسكرية فيما وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة استئناف الأعمال القتالية في غزة بالأمر الكارفي ودعا كافة الأطراف والدول للضغط من أجل وقف إطلاق النار مصلحة الهجرة السويدية تنشئ خمسة مراكز لتسهيل ترحيل المئات من الأشخاص أعلنت مصلحة الهجرة اليوم أنها أنشأت المراكز الجديدة خلال الخريف وذلك بعد تكليفها من قبل حكومة بإنشاء ما اسمته مراكز العودة لتسهيل عمليات الترحيل من السويد ومكافحة مجتمع الظل وتقع المراكز الجديدة الخمسة في بورلوف وإنشوبينغ ومالمو ومولندال وستوك هولم وتتسع لستمائة وخمسين شخصا بينما تهدف المصلحة إلى توفير ألفي مكان جديد بحلول نهاية العام الفين وأربعة وعشرين مصلحة الهجرة قالت إنه لا توجد حاليا حوافز مباشرة لتشجيع الانتقال إلى مركز العودة كما لا توجد أي عواقبة في حال رفض الشخص الانتقال إلى هذه المراكز واعتبرت أنه في حال تقرر زيادة استخدام مراكز العودة فيجب مراجعة قانون استقبال طالبي اللجوء أو إدخال تشريعات أخرى يذكر أنه يوجد في السويد ستة وعشرين ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل بينهم خمسة عشر ألف شخص مدرجون في سجلات مصلحة الهجرة كما سلمت المصلحة للشرطة أسماء أحد عشر شخصا ينبغي ترحيلهم قسريا غير أن معظمهم يتوارون عن الأنظار السويد تعلن عن استراتيجية جديدة لتطوير تجارتها وتعزيز صورتها الإيجابية في العالم وأعلنت الحكومة السويدية اليوم عن خطة خمسية أطلقت عليها اسم السويد في مركز التجارة تتضمن نهجا شاملا أوسع وأكثر طموحا من ذي قبل يتضمن تعزيز الصادرات والواردات والاستثمارات كما تشمل الاستراتيجية البحثة والتطوير والتحول الأخضر والرقمية وتحسين الفرص لإيجاب العمالة المؤهلة وتريد الحكومة كذلك تطوير صورة عالمية للسويد قائمة على الحقائق والإيجابيات وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للشركات السويدية ومقاومة المعلومات المضللة المنتشرة حول البلاد وأكد وزير تجارة الخارجية يوهان فورشيل أهمية الدور الذي تلعبه الصورة القوية للسويد عالميا في تعزيز عمل شركاتها وأعلن الوزير عن استثمار خاص في آسيا وهي المنطقة التي تشهد النمو الأسرع عالميا مؤكدا أن آسيا منطقة مهمة لصادرات السويدي واستثماراتها وتمتد الاستراتيجية السويدية الجديدة على خمس سنوات بين 2023 و2028 الشمس غابت عن السويدي في شهر نوفمبر الماضي وأشهدت البلاد فترات ظلام أطول من المعتاد وأكدت هيئة الأرصاد السويدية أن ساعات سطوع الشمس كانت أقل من معدلها السنوي في معظم مناطق البلاد خلال شهر نوفمبر وأشهدت ستوكهولم أقل من 20 ساعة من أشعة الشمس الشهر الماضي مقارنة بـ 45 ساعة تشهدها عادة أما يوتوبوري فشهدت شهرا طبيعيا مع 46 ساعة مشمسة وسجلت أوستر سوند 9 ساعات من الشمس فقط خلال شهر نوفمبر بأكمله بينما كان لمدينة لوند الحظ الأوفر مع 49 ساعة من أشعة الشمس وهو أعلى رقم سجلته البلاد وتسجل معظم محطات القياس عادة ما بين 40 و50 ساعة من ضوء الشمس في شهر نوفمبر في السويد وبينما تغيب الشمس عن السماء تترقب البلاد مع بداية ديسمبر المزيد من الثلوج لأسيما عند سواحلها الشرقية وحذرت هيئة الأرصاد وكذلك الشرطة السائقين من أحوال الطرقات السيئة ومخاطر الإنزلاق المرتفعة في شرق السويدي وجنوبها إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكمبيس عطلة أسبوع سعيدة نتمنىها لكم مبادرة S.A. مابلر ضد الغلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر